بحضراتكم من جديد وجولة رياضية محلية وعالمية هنستعرض فيها أهم أخبارنا الرياضية للنهاردة الزمالك في بيان رسمي الأهلي رفض استقبال مندوبينة بدعوة الصلح ومصدر بالأحمر لن نشارك في مصرحية هزلية المصري ينفي رحيل طارق العشري بعد التعادل من نادي مصر بدون أهداف ويستعد لمواجهة الأهلي طلاع الجيش عمر جمال أهضر مجهود الفريق بتسديد ركلة الجزاء أمام سموحة بدلا من كابوريا وسيتم محاسبته كادما في الكاحل عمار حمدي تبعده عن طلاع الجيش يومين وشوق غريب يطمئن على اللعب جماهير برشلوناتق تحب ملعب كامبنو اعتراضا على رحيل ميسي وذي كانت أهم أخبارنا الرياضية للنهاردة من قط اللفس مع ميدو الأهلي مرة تانية جمال وفوز مهم جدا اللي يوسع الفرق مع البيرامدز والزمالك العدد نقاط كبير جدا صعب إن حد يلحقه فوز مهمة جمال وهدف مهم جدا لمروان ومهم جدا إن أنا أسمع منك عن مروان مهم جدا طبعا أكيد يعني طبعا أنا يعني مبسوط جدا لمروان بصراحة تعرض لنقد يعني في تجاوز ما بحبش النقد اللي فيه تجاوز مين يعني؟ ما تقولش إنه فيه محللين فيه تجاوز يعني من السوشيال ميديا من السوشيال ميديا هاي بسوش همينة شاب بقى أولاد صغارة بس خلي بالك إنت يعني انقدني بس ليه ليه التجاوز وليه تجيب نسيرة الأب والأمه يعني حاجات تغيش علاقة بالكورة لو إنت بتلعب هتسمع للولاد الصغارة كلنا بنقع في الغلط ده يعني بس إنت ماشي المنتقدين لما بتلعب في ستوديو المحللين طبيعا إنه هو بينتقدك فنية ده قد تسمع لكل واحد بيقول إيه في هي بس للأسف النغمة بتبدأ من عنده واحد وكله إيه يخش وراه هي دي بس النقطة اللي من الزريفة ما بحبهاش يعني أنا ما بحبش السوشيال ميديا فيها آآ إيجابيات وفي سلبيات لازم إن احنا نوضح للنس ولكن آآ آآ مروان النهاردة آآ إنه الهدف ده وفي الديئة دي هدفوش كبير آآ يعني ربنا طبعا قوي بصراحة يعني ربنا طبعا واسم عايزة شكل كبير عايزة تروح اسمي يعني توقيفة وترجع ولا شوية وبعدين بيشوت عدي من تحت رجل محمد نجيبي يعني فيها آآ توفيق كبير جدا وتروح في الزاوية البعيدة في التوقيت ده يعني فاضل ديئة 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 ستة وتسعين هو أصلا كالناس ديئة حوالي ستة وتمئين تالي خلال ستة وتمئين يعني ملعبش برضو كتير يعني التويتر اللي انت كاتبها انت كاتبها ومروان اصلا مش في التشكيل يعني كان ممكن اصلا ملعبش يا فهه؟ بس هوة فيها توقع برضو آآ كبير جدا بس هوة جمال عايزة بيقولك حاجة وانت راجل مهم جدا من انت وكراجل كمهاجم تقولي الكلام ده المواتشاط اللي فاتك كلها مروان كان بيستلم الكرة في رجله بيسقط لتحت كتير بيبعد عن الجون كتير النهاردة في عشر دقائق بس تحركاته إيجابية الهدف اللي جابه بيرندت شانلز بيجري في ضهر الدفينس ده الرأس حربة ده مروان اللي احنا نعرفه النهاردة الشارفنس بتاعت النهاردة بس فيه كرة تلعبت بالعرض من يعني معلول رايح عوم كمل عبو ضايبة عدت منه الكرة التانية اللي تلعبت اللي راح بيستلمها وعملها بالعرض كل ده في عشر دقائق الكرة التالتة اللي راح الكرة بتتلعب من وراء الناس بتاعت الجونة بخطت فاهم تقدم جاري بيجري في ضهر الدفينس الكلام ده مكنش بيعملو في المواتشط اللي فاتت عشان ما فيش ثقة برده مفيش ثقة ما فيش ثقة لا 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 هو يعني خلاص انت وصلت التحدي النهاردة انه يعني لازم لازم اعمل حاجة ولكن المباراة اللي قبل كده انا ما عرفش ده احساسي مش معلومة يعني انه هو عايز يبعد نفسه انه ما يجيلوش حاجة قدام الجونة ويضايحها فانا شايف ان ده طب و ايه الفرق بين الفترة اللي قبل كده والنهاردة النهاردة بقى بعد الحملة اللي حصلت دي والترياقة اللي حصلت بعد ماتش الزمالك اعتقد انه هو يعني خلاص مبقيتش فرق اه يعني خلاص مبقيتش فرق بقى عسى يوصل فيك ايه اكثر من كده فاهم اه ما عسى مش فرقه فالنهاردة لا انا يعني انا عايزه بقى يبقى كده زي ما انت بتقول ان انا مش مش لازم كل كرة هتجيلي هجيبها بقى بس عالقل لازم احط نفسي في المواقف اللي هي بتاعة الرأس حربة اللي انت بتتكلم فيها دي ان انا بقطع القريبة ما بقاش انا بنزل على طول نص الملعب التحضير اللي بيعملوه على طول وعايز انزل ناحية اليمين وعايز انزل ناحية الشمال وفي الاخر دوري الاساسي ما بعملوش فدي برضو هو لازم يركز بقى في النقطة دي والنقطة اللي تكلم فيها حسني ان مش كل حاجة بقى بتتكتب عليها لازم اعرفها او لازم اتابعها او لازم يعني ابعد بقى نفسي عن الاخبار دي خلاص انا بركز شغلي وابعد نفسي عن السوشيال ميديا ده اللي العيبة كلها مش لما روان بس فمناله طبعا توفيه بعد كده وانا شايف انه اه هدف مهم جدا توقيته مهم جدا هدف فوز زي ما انت بتقول فيعني بنبارك لما روان محصل ناحية اشتركوا في القناة